أهلا بكم في هذا الفيديو سنشرح سيرة دونالد ترامب ولد دونالد ترامب في الرابع عشر من يونيو 1946 دونالد ترامب وز بورن وز بورن تعني ولد في يونيو لاحظ أننا نستخدم ON مع الأشهر لكن مع السنوات نستخدم IN ومع الساعة نستخدم AT إلى آخره He comes from a wealthy family He comes from a wealthy family Wealthy تعني ثرية هو ينحذر من عائلة ثرية كان والده فريد ترامب مطورا عقاريا ناجحا was a successful successful يعني ناجح successful real estate developer مطور عقاري فكلمة real estate تعني العقارات real estate developer مطور هنا في المغرب نقول منعش منعش عقاري دونالد was the fourth of five children وكان دونالد الرابع من بين خمسة أطفال was the fourth fourth يعني الرابع growing up he attended military school and later studied at Fordham University before transferring to the Wharton School of the University of Pennsylvania يعني أثناء نموه growing up أثناء نموه he attended military school التحق أو كان يحضر للمدرسة العسكرية أو كان يذهب للمحضر للمدرسة العسكرية يعني attend يعني يحضر لي attend attend يحضر لي هنا يحضر أو يذهب للمدرسة I attend school أنا أذهب للمدرسة growing up يعني أثناء نموه وليس عندما كبر بل أثناء كبر وهو يكبر growing up لأنه دائما عندما نستخدم gerunds أو present participle فهو يدل على الفعل مستمر أثناء growing up أثناء نموه وليس عندما انتهى الفعل عندما كبر لا أثناء كبر وهو يكبر وفيما بعد لاحقا درس في جامعة فوردهام قبل أن ينتقل إلى مدرسة وارتن عفوا ليست مدرسة إنما كلية لأن هنا نتحدث عن جزء من جامعة يعني كلية وارتن بجامعة بنسلفانيا وبنسلفانيا هي ولاية أمريكية حيث حصل على شهادة في الاقتصاد عام 1968 تخرج رغم عدم وجود صوت ج فنحن نقصد عفوا فنحن ننطق هذا الصوت لأن التقاء مع صوت ي ينتج عن صوت ج وهذا ما يحدث في عند السؤال في الماضي البسيط عندما نقول عندما تتحدث بسرعة فتتحول فنقوم بنطق صوت ج لأنه التقد معي نفس الشيء مع الصولجر فهي تكتب صولدير لكن تنتق صولجر جندي ويرهي جراجويتد ويدا ديجري انك ناميكس اك ناميكس الاقتصاد علم الاقتصاد وليس فقط اقتصاد بل علم الاقتصاد لأن كلمة اقتصاد هي اكانومي مثلا اقتصاد المغرب نقول اكانومي اوف مراكو ولا نقول اكانوميكس اوف مراكو لأن اكانوميكس هو علم الاقتصاد اما اكانومي هو اقتصاد مثلا اقتصاد بلد او منطقة او شخص بعد الانتهاء من دراسته الجمعية فترمب انضم الى اعمال والده العقارية after finishing college Trump joined التحقبي انضملي joined his father's real estate business he focused on project on large projects in new york like skyscrapers hotels and casinos becoming known for his bold style and self promotion اعني ركز على المشاريع الكبيرة he focused on large projects in new york مثل ناطحات السحاب like skyscrapers skyscrapers والفنادق hotels and casinos becoming known for his bold style واصبح معروفا بأسلوبه الجريء bold style bold style أسلوب جريء and self promotion والترويج الذاتي يعني هو يرويج لنفسه بنفسه self promotion لأن promotion تعني الترويج promotion وتعني كذلك الترقي في العمل أو الترقية لكنه لا مقصود والترويج promotion his famous project was the trump tower a tall building in manhattan وكان مشروعه الشهير هو برج trump وهو مبنى الشاهق في manhattan his famous project famous مشهور project was the trump tower برج trump tower هو البرج a tall building مبنى الشاهق in 2004 trump gained more fame by hosting the reality tv show the apprentice where he became known for the phrase you're fired this show made him a household name across the country وفي سنة 2004 trump gained more fame اكتسب الترامب المزيد من الشهرة fame هي الشهرة وقبل انذكرنا كلمة famous التي تعني مشهور فكلمة famous جاءت من fame fame شهرة famous مشهور gained more fame by hosting the reality tv show the apprentice اكتسب المزيد من الشهرة من خلال استضافة برنامج تلفزيون الواقع الذي يسمى the apprentice hosting يعني يستضيف هو الذي يستضيف هذا البرنامج hosting hosting استضافة ضيف the reality tv show برنامج تلفزيون الواقع tv show فالشو هو البرنامج show show where he became known حيث أصبح معروفا في ذلك البرنامج where he became known for the phrase you're fired هاتو أصبح مشهورا بعبارة أنت مطرود مطرود you're fired تعني مطرود مطرود من العمل you're fired you're fired أنت مطرود من العمل this show made him a household name across the country فقد جعله هذا العرض this show اسما مألوفا في جميع أنحاء البلاد across the country across the country يعني جميع أنحاء البلاد across أما household فتعني عائلة أسرة بيت هنا المقصود ب a household name اسم مألوف معروف يعني معروف في جميع البيوت a household name a household name اسم معروف مألوف in twenty sixteen في سنة الفين وستة لاحظوا كيف ننطق أسماء السنوات نقول twenty ننطق هذه لوحدها sixteen twenty sixteen يمكن كذلك أن تقول in two thousand sixteen لكن الأكثر شيوعان هو in twenty sixteen هذا عندما نتحدث عن السنوات أما عندما تتحدث عن عدد مثلا عدد من الأشخاص عندما تريد أن تقول مائتين وستة عشر رجلا ستقول two thousand sixteen men ولا يمكن أن نقول twenty sixteen men فهذا أمر غير غير مستخدم في الإنجليزية هذه الطريقة فقط مع السنوات ترشحة ترمب لرئاسة الولايات المتحدة بصفته جمهوريا وفاز Trump ran for president هنا ran حرفيا تعني جارة ركضة لكن في هذا السياق تعني ترشحة للرئاسة ran for president ran for president of the United States as a Republican بصفته جمهوريا as a Republican Republican جمهوريا and won one فاز defeating Hillary Clinton يعني هزمة Hillary Clinton متغلبا على Hillary Clinton defeating فdefeet تعني تغلب على أو هزمة defeat defeat وتعني كذلك هزمة فتستخدم كفعل أو اسم defeat هزمة defeat يهزم شغل منصب الرئيس الخامس والأربعين من عام 2017 إلى عام 2021 نقول شغل منصب الرئيس he served as he served as يعني شغلك he served as the forty five president الرئيس الخامس والأربعون his presidency was marked by controversial policies و رئاسته تميزت بسياسات مثيرة للجلل مثيرة للجلل هو controversial 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 policies سياسات مثيرة للجلل his presidency his presidency was marked by controversial policies such as immigration reforms and trade deals مثل إصلاحات الهجرة والاتفاقات التجارية such as يعني مثلا such as immigration reforms إصلاحات الهجرة trade deals اتفاقات تجارية trade deals he also faced two impeachments though he was acquitted both times كما واجه مرتين إجراءات سحب الثقة impeachment impeachment إمبيتشمنت تعني إجراءات سحب الثقة أو اتهام بسوء السلوك فكما تعرفه ويكيبيديا هنا إجراء سحب الثقة في الولايات المتحدة هو العملية التي من خلالها توجه سلطة تشريعية تهما ضد موظف مدني في الحكومة عن جرائم يزعم أنها ارتكبت مثل تقديم لائحة اتهام من قبل هيئة محلفين كبرى قد يحدث العزل على المستوى الفيدرالي أو على مستوى الولايات فهو لا يقتصر فقط على رئيس الولايات المتحدة حتى على الأشخاص الذين يشغلون مناصب عليا إذن فقد واجه two impeachments لا أعرف صراحة مصطلحا لمقابلا لهذا المصطلح في اللغة العربية سحب ثقة impeachments though he was acquitted both times على رغم من تبرئته في المرتين though على الرغم من though he was acquitted يعني برئة تم تبرئته فأكويت يعني يبرئ يبرئ أكويت both times في المرتين after leaving office Trump remained influential in politics and expressed interest in running for president again بعد ترك منصبه after leaving office after leaving office office هناك المنصب Trump remained influential ضل ترامب مؤثرا remained influential in politics في السياسة هذه الكلمة influential in politics and expressed interest وعبر عن رغبته في الترشح للرئاسة مرة أخرى expressed interest in running for president again despite the controversies around him he has a strong base of supporters who appreciate his straightforward style and promises to make America great again على الرغم من controversies يعني الأمور المثيرة للجدل حوله أو الجدل التائر حوله despite despite على الرغم despite the controversies counterversies يعني الجدالات النزاعات أمور مثيرة للجدل controversies جاءت من controversy التي تعني أمر مثير للجدل he has a strong base of supporters لديه قاعدة قوية من المؤيدين he has a strong قوية strong base of supporters قاعدة من المؤيدين base of supporters who appreciate his straightforward style الذين يقدرون أسلوبه المباشر straightforward straightforward style هنا appreciate يعني يقدرون يحبون يعجبهم appreciate 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 يقدر straightforward يعني مباشر صريح مثلا إذا أراد أن ينتقد شخصا ينتقده بشكل واضح حتى أنه في بعض أحين قد يسبه أمام الملأ straightforward style straightforward style and promises to make America great again ووعوده بجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى promises to make America great again سعيد قراءة للفقرة الأخيرة شكرا لكم على المشاهدة وإلى اللقاء في درس ستجدون هذا البقال تحت الفيديو